بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آلئي وأصحابي وعلى كل من تبع سنته وصلك مسلكه إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف العلامة ابن آجعوم زرف الزمان وزرف المكان قال باب زرف الزمان وزرف المكان زرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتخذير في نحو اليوم والليلة وبدوة وبكرة وصحر وغدا وعثمت وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبع ذلك بسم الله الحمد لله والصلاة 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 والأسعمان منصوبات أول ما ذكر المفعول 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 به ثم ذكر المستخ نسم كذلك وهو الآن يتكلم عن المفعول فيه بين القسين وظرف الزمان وظرف المكان وظاركم أن الفعل لابد له من زمان يقع فيه ولابد له من مكان يقع فيه فالزمان الذي أقع فيه هذا الفعل سمى ضر الزمان والمكان الذي يقع فيه الفعل سمى الظرف المكان وهما والمساميان بالمفعول فيه وعدلنا الظرف أي الظرف المكان وظرف الزمان وظرف الزمان وظرف الزمان وضف اللغة هو الويعة هو الويعة هو الوعاء يقول هذا الوعاء وظرف الماء أي وعاء الماء هذا الوعاء وظرف الماء أي وعاء الماء نعم قول الشارع نعم قول الشارع الإمام محيدين رحمة الله عليك وأقول أظرف معناء في اللغة الوعاء نعم والمراض بإفعوف النحاة المفعول فيه وهو نوعان الأول ظرف الزمان والثاني ظرف المكان أما ظرف الزمان فهو عبارة عن الإسم الذي يدل على الزمان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواكئ ذلك المعنى فيه بملاحظة معنى في الدالة على الزغفية نعم وَذَلِكَ مِثْلُ كَوْلِكَ وَيَقْعَوْ فِي جَوَابِي مَتَا وَأَيْنِ وَيَقْعُ فِي جَوَابِي مَتَا وَأَيْنِ وقع في جواب متى وعيد وقع في جواب متى وعيد فكأن سينا يقول يسأل متى وقع هذا السيل فتبين له الزمن وعيد فتبينه المكان مكان وقعه مثل قولك سمت يوم الاثمين فإن يوم الاثمين فإن يوم الاثمين زرت زمان مفعول فيه وهو منصوب بقولك سمت وهذا العامل دال على معنى وهو الصيام والقلام على ملاحظة معنى فيه أي أن الصيام حدث في اليوم المذكور حدث وقع وحصل فيه اليوم المذكور اليوم المذكور وهو يوم الخانيس بخلاف قولك يخاف القطول يوم الامتحان يوم هنا لا يمكن أن يكون لا يستطيع أن يكون الزرت زماني لأن الخوف واقعا عليه لأن الخوف واقعا عليه وليس واقعا فيه فلاك خوفه فلاك خوفه واقعا على يوم الهذا اليوم وهو يوم الحان فصار مفعلا به فصار مفعلا به ليخافوا نعم فإن معنى ذلك أنه يخافون يخافون يا من تتقلب فيه القلوب والأبصار فذاك اليوم هو المخوف اليوم الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار هو المخوف والذي واقع عليه الخوف أخاف أولئك المؤمنين البارة نعم فإن معنى ذلك أنه يخاف نفس يوم الامتحان نفس يوم أي حقيقة يومي وذات يومي الامتحان وليس معناه أنه يخاف شيئا واكعا في هذا اليوم وعلم أن اسم الزمان ينقسم إلى قسمين الأول المختص والثاني المبهم الأول المختص هو بغبرة أخرى دير محدود نعم دير محدود نعم أما المختص فأول المختص أي المحدود أما المختص فهو ما دل ما دل على مقدار معين محدود من الزمان هذا مدل على مقدار معين محدود من الزمان أي غير مبهم ماضح نعم المختص هو المحدود وهو غير مبهم المختص هو المحدود وهو غير مبهم مدل على مقدار معين من الزمان أو من الزمان نعم واما المبهم فهو ما دل على مقدار غير معين ولا محدود المبهم اي غير محدود وغير المختص هو ما دل على مقدار غير معين من الزمن ومثال المختص الشهر والثنة واليوم والعام والأثور وهو ورس ومحدود يعني من اول يوم الى ثلاثين ماضح هذا الذي يطلق عليه الشهر الى ثلاثين او تسعة وعشرين في ورف الاستعم ماضح وهذا هو الذي يقلله الشهر وهذا الزمن مختص ومحدود محدود محدودة بدايته ومحدودة نهايته وماضح ومثال المبهم اللحظة والوقت والزمان والحين اللحظة 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 والوقت والوقت هذا مبهم هذا مقدار معين اعطينا وقتاً لا دراسة شهر كالا كام يقدر كام نعطيك مثالاً او اللحظة اي لحظة متاء وبإمكان لديك قلت له هذا لا يراجعك في اي وقت لا يفاجعك في المولد الذي بانى بينكما بينكما ويذكرك به لأن هذا الوقت الذي خددته غير محدود يعني هو صميت له غير محدود غير مختص واضح فهو مبهم وكذلك الحين الحين كذلك وقت غير محدود وهو الذي عليه جمهة أهل الله أنه اسم مبهم يقع على القليل والكفير وليس محدودا لأن بعضهم حدوا فقال بأنه الأربعين وقال بعضهم بأنه صرينا وكذا غير ذلك لكن الظاهر أو الأول الراجح أن الحين اسم مبهم غير مختص يقع على القليل والكفير تناظرها الراقون من سوء سنها تغادر حينا وحينا تراجع وحينا تغادر حينا وحينا تراجع فقالوا حينا يعني اسم يقع على القليل والكفير مبهم لا حد له ومضح أقصرق الاستشاد بهذا البيت عندما في درس الأحكام نعم نعم وكل واحد من هذين النوعين يجوز تصابع على أنه مفعول فيه نعم وقد ذكر المعلف من الألفاظ الدالة على الزبان إثني عشر لفظا الأول اليوم وهو من طلوء الفجر إلى غروب الشمس هاي من طلوء الفجر الصادق عظيفه عظيفه الصادق لأن الفجر فيه وفي الشرع الفجران الفجر الكاذب الثاني الفجر الفجر الصادق نعم وهو لنفد منتشر في أفق السماء نعم لخلافه الكاذب فهو المتضيل نعم فهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس وهذا القول هو الصح القوليني الذين قالاغما أئمة اللغة فبعد حد اليوم بأنه من طلوع الشمس إلى غروب الشمس وعليه بعض ومنهم من هؤلاء الإمام الخليل وغيره الإمام الخليل بن أحمد الفرهدي أبو الفرهدي الشيخ لمنصيبه رحمة للجنة لكن القول الأول هو الصحيح وهو السعيد لأنه لأنه يعطده الأدلة من التتاب السماء واضح 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 مشايخ فهو فالإمساك يبدأ من اليوم إلى غروب الشمس واليوم يستقع عليه طلوع الفجر الصادق أنه لا يمكن لا يصح من أي إنسان أن يبدأ سوامه من الوضع من طلوع الشمس كما لا يصح أن يسلي صلاة الصرح أو أن يؤخر صلاة الصرح إلى طلوع الشمس من غير ضرورة ومضحته مغير عذرا ف و قد ولك من المصير التي أفصح فيها الشعر بمعنى اليوم وهو المشايخ فعرف العني اليوم إذا أطلق فإنما هو من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر الصادق إلى ورد الشمس وهو الصحيح القولين أكله قولين وكله من الضغاء لكن الأول الأول هو الصحيح أي أنه من طلوع الفجر صادق إلى ورد الشمس وحلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصمتة بن جندب أو بن جندب يعقل بون جندب يعقل بون جندب الثغاز في كلمة جندب ونواد بالجندب الغكر من الجراد الغكر الجراد الغكر الجراد غكره أي ليس أنفاهه ليس أنفاهه غكره أي ليس أنفاهه فجندب قال جندب وقال نبي صلى الله عليه وسلم عقن الغلان يوم السابيه ويسمى يحلق فقله صلى الله عليه وسلم يوم أي من تلال فجر فجردك إلى غرب الشمس تقول صمت اليوم فلابد معرفة البغة ضررية للذي يتخصص علوم الشرع ضررية ولا جزء يكتفي بشيء قليل من هذا هو العلوم بل يحاول أن يكون حظه يحاول أن يكون حظه كبيرا إن لم يكن أكبر من عوضي العلم لما نرد أن يتخصص علوم الشرع أراد أن يكون علما أما من أراد أن يكون متخصصا فقد يكتفي به بشيء قليل فالمتخصص غير العالم والله العالم أولا يصد لأذ فوق المتخصص واضح المتخصص أحيانا يختص بأشياء معينة فيما يدرسه وفيما يعلّم واضح هذا المشايخ هذا المشايخ هذا المشايخ هذا المشايخ نوضع أبدأ التخصص وهذا العلم وهذا سميته هذا الشيخ لله شيخ عطية قطية شيخ عطية سالم وإحنا الله من اعتبار تداميذ الشيخ عطية ولا يعني أن أنه يتخصص أما مهما وأنا أراد أنه يتخصص ويختص في شيء من العلوم فليقتل فليقتل ذلك الذي تخصص فيه فليقتله علما فليقتله علما أي فلحيرل أن يعرف جهدا جهدا نفسه أن يعرف كلما يقال في ذلك العلم فقط الستطاع وقدره سحي واضح نعم وإخاذ أن يكون يخاضر أليك المخاضرة من غير التحضير من غير ععدات وواضح نعم تقول صمت اليوم أو صمت يوم الخميس أو صمت يوما طويلة نعم قال المعقف في العشية قال الأزاريج رحمه الله وإنما كان ذلك كثيرا في ظروف الزباد وقليلا في ظروف المكان لقرب ظروف الزمان من المصدر نعم منه ألا ترى أن الزمان يشارك المصدر في دلالة الفئل عليهما لأن الفئل يضل على المصدر بحروفه وعلى الزمان بصيغته بخلاف ظرف المكان فإن دلالة الفئل عليه بالالتزام الحارجي إذ كل فئل لابد دلاء من مكان يقع فيه فلم يقع في ذلك قوة ظرف الزمان فلم يقع في ذلك قوة ظرف الزمان ولم يبلغ عطباته فكانت إقومة المصدر فكانت إقومة المصدر مقومة الزمان كثيرا فكانت إقومة المصدر مقومة مقومة الزمان كثيرا ومقام المكان قليلة قال في تاريخ اليوم أي الفجر الصادق لأن الفجر فجران كما في الحديث المرسوء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث متفق قليل فالفجر الكاذب لا يزال من الليل وأما صادق فلا وقيل في تاريخ اليوم من طلوع الشمس إلى قروب أ قالوا الكفعو حتى الخلاف الفطهي من أسباب نشوئه في قوله سورة سيعقى يعني يعقى يوم يوم سابعه وضحنا من هذا المعنى وضحنا فعلا من كان الفجر اليوم من قال أن اليوم من طلوع الفجر الصادق من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس من ذلك أن الولد إذا ولد مع طلوع الفجر الصادق أو أقبه أو أقبه لا يؤد ذلك أفهم يؤد ذلك اليوم عنده من اليوم وممبر وعند الملكة لا يؤد لأنه صار إيش صار يوما صار يوما لما تقدمه ليل وعلى أن معناه من طلوع الفجر وعلى أنه يبتدر من طلوع الشمس فمن ذلك يقول طلوع الفجر ما أعطل الفجر ما أعطل الفجر أو قبله أو بعده ما أعطل الفجر وبعده يكون الليل يكون ليلنا يدخل فيه الليل فيعد عنده هؤلاء الوضع الذي ولد قبله أي قصد يبدأ تعداده أي تعداده اليوم تعداده اليوم الذي ولد قبل طلوع الشمس وبعده طلوع الفجر الصادق مواضح فيقول ذلك فيقول كل ملكية في على هذا يعني موافقا لكل الجمهور وضع مشايق لأن الجميع اتفقوا على أن الولد إذا ولد في الليل يبدأ تعداد أيامه من اليوم التالي لأنه يوم كيف لا خلاف ذلك وقح نعم والثاني الليلة وهي من جروب الشمس إلى طلوع الفجر تقول اعتقفت الليلة البارحة أو اعتقفت ليلة أو اعتقفت ليلة الجمع قال النبي جافي السيشين عن عمر رجل عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إننا لو أن أعتك فليلك في الجاهلية فقال الله نبي صلى الله عليه وسلم فأوفي بناغرك أعتقفت ليلة الجمع أعتقفت ليلة الجمع أعتقفت ليلة الجمع غرف إيش نعم وهو يقوى هذا الاسم يقوى له ما كان على جروب الشمس إلا نعم نعم وهي الوقت ما بين صلاة الصبح وطلوع الشم وقيل أول نهار أو أول يوم تقول زارني صديقي بدوة الأحد أو زارني بدوة نعم والرابئ بكرة بكرة نعم وهي أول النهار أول يوم وقيل كذلك ما قيل في الغدوة فقيل إن إن بكرة بكرة تعني من من الصباح يعني من طول الفرش أفا من الصباح إلى طول الشمس أول الصباح إلى طول الشمس تقول أذرك بكرة السبت أو أذرك بكرة نعم والخامد صحرا وهو آخر الليل قبيل الفجر تقول زاكرت درثي صحرا نعم أقل وهو إيش وهو آخر الليل قبيل الفجر نعم صحرا تقول زاكرت درثي صحرا نعم يعني أقلت تمرات صحرا صحرا يعني قبيل الفجر يعني أخذ دير قبيل الفجر نعم ومن ذلك يقول تسحر منه اشتقى الفعل تسحر 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 لأن هذا الأكل يعني تقوى فيه هذا الوقت نعم من ذلك إذا كانت الأقل بعد تقول الفجر الصادق أو معه فلن يقنش 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 نعم وابح نعم إلا التجاوز نعم والثانس غدن وهو اسم لليوم الذي بعد يوم الذي أنسى فيه نعم تقول إذا جيتني غدن أتغمتك نعم والثابئ أتمتن وإيا اسم لسلط الليل الأول نعم تقول فأذورك أتمتن والثامن صباحا وهو اسم وهو اسم الوقت الذي يبتدئ من أول نسف الليل الثاني إلى الزوال وهو اسم الوقت الذي يبتدئ من أول نسف الليل الثاني إلى الزوال هذا هو إلى الزوال هذا معنى إيش فأنت تسرحون انو ما يعقصي معتده ببعض الناس ما يسمع ببعض يشعر الكلمات في زير محلها تقول سافر اخي صباحا نعم قال الاهدل قال المعقق في العاشية في هذا الصدد قال الاهدل في الكواكب وقد يراض بي اول النهار من بعد من بعد تلوء الفجر الى الزوال اي الفجر الصادق كما تقدم وتعثئ مساعا وهو اسم للوقت الذي يبتدئ من الزوال الى نصف الليل تقول من ذلك اركاب المساع تقال من بعد الزوال اذا قلت ببعض الاخوة لبعض الناس اركاب المساع تقال في ذاك الوقت من بعد الزوال من بعد الزوال من بعد الزوال واضح نعم تقال من من الزوال الى نصف الليل نعم 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 والعاشر ابدا لا تقول لله قال هذا في اي وقت بالضبط في اي وقت بالضبط واضح نعم نعم والعاشر ابدا والحاد عشر عمدا وكل منهما اسم للزمان المستقبل الذي لا غاية لانتهائه تقول لا اصحب العشراء ابدا ولا اقترف الشر امدا والثاني عشر حينا وهو لا يتمنى ابدا ان قدمت ايديه ابدا جير محدود حينا وهو اسم لزمان مبهم غير معلوم الابتداء ولا الانتهاء هذا معنى يقل القريب ولا الكثير وهو جير محدود وهو اسم حيث قال تعالى والعاشر ابدا هل اتى على الانسان حينا من الدهر لم يكن شيئا من القروع طيب قد اتى على الانسان حينا زمنا هذا زمنا جاير محدود غير معلوم موضحنا حينا من الدهرابة يشد كل جمهور الذين قالوا يقل القليل والكثير وانه يقل القليل والكثير ويلحق بذلك ما اشفاء من كل اسم دال على الزمان نعم صواء اكان مختص مثل دحوة ودحع ضحوة ودحع عم كان مبهما مثل وقت وصاعة ولحظة وزمان وفرهة فإن هذه وما ما صلع يجوذ نصف كل وائد منها على أنه مفعول فيه نعم قال المصنف ظرف المكان انتعى بظرف الزمن نعم قال ابن عجرم رحمة الله عليه وظرف المكان أنه ينقسم لحظة اللغة واضح لحظة اللغة ملاحظة فيه من حفل اللغة غير مراض غير مراض إنما يلاحظ قصد فيه في المعنى يلاحظ معنى معنى حفل جارة وهو أيضا ينقسم إلى قسمين مختص ومبهام أما المختص فهو ما لأ صورة وحدود محصورة له صورة يدركها الحس له صورة يدركها الحس كمصنع ومصد ومعتكف المصنع محصوص يعني يحص به يعني يحص به وماضح يرى بالأعين بالبصر بالأبصار ويلمس وكذلك المصد يحضر أي صورة يدركها الحس وحضر حضر في ظهن وماضح وذلك المصد يحضر في ظهنك ذلك المصد وصورته والله صورة كذلك تحس بها ورحك قتل إمكانك أن تحد ذلك المصد يمنة سلطة طولة وعرضا واضح فمثل هذا يقول الله اسم المكان المختص مثل الدار والمسجد والحبيقة والهسان وأما المبهم فهو ما ليس لأسورة ولا حدود محصورة مثل وراء وعماء ولا حدودا في حدودا مثل اسم المدهاد الستة اليمين وشمال يمين وشمال عمام ووراء وفوق وتحت أما كلمة وراء وراء يطلق في مقابلة الأمام أحيانا في مقابلة الأمام أحيانا ويقال أمام ووراء أي وراء يعني الخلف الخلف ويأتي وراء ويقع على ويقع على ويقع على ويقع على القدام أحيانا أي يأتي بمعنى القدام والأمام ومن ذلك قوله جعل وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة وما تعدى هذا الملك إنما يقبلون عليه واضح إنما هم سيصلون إليه ما وصل إليه بعد واضح إذن فوراء هنا بمعنى نعم ودى مشايخ نعم فإذن فوراء هنا بمعنى قدام وأمام ودى مشايخ ويأتي بمعنى دون أحيانا ومعنى قوله فمن ابتدى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتدى وراء ذلك أي فمن ابتدى دون ذلك فأولئك هم العادون نعم نعم فيجب جرؤ بحرث جر يدل على المراد نحو اعتقفت في المسجد وزرت عليا في دارشي وقد ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على المكان ثلاثة عشر لفظا الأول أمام نحو جلست أمام الأستاذ معدبا الشيخ ميدين رحم الله جميل الأمثلة التي مثل بها وذكرها أو جميل الألفاظ الجمل التي وضعها الأمثلة معانيها جميلة ومعانيها جيدة وراضحة لم يقصد مجرد التمثيل كما يصل بعض العلماء واضح فهذه معاني مقصودة نحو والثاني خلف نحو صار المشات خلف الركبان نعم والثالث قدام نحو مشى الشرطي قدام الأمير نعم والرابئ وراء نحو وقف المصلون بعضهم وراء بعض والخامس فوق نحو جلست فوق الكرسي والثالث تحت نحو وقف القط تحت المائدة والثالث عند نحو لمحمد منذلة عند الأستاذ والثالث مع نحو صار مع سليمان أخوه والثالث والثالث نحو لنا دار إذاء النيل نعم والثالث نحو لنا دار إذاء النيل والعاشر حذاء نحو جلس أخي حذاء أخيك والثالث والثالث حذاء فقال حذاء يحذو حظاً وخذاء إذاء قد دقتش بشيء على مثاله واضح نعم أي حذاء مثل ما صعلي واضح نعم و قد جدك على التجاه ومقابرات الشيف والحن 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 عشر تلقاء نحو جلس أخي تلقاء دار أخيك والثان عشر ثم ثم نحو قول الله تعالى وَأَظِلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وهو عبعد من كلمة هنا هنا كلهم اسم مكان ثم وهنا لكن ثم عبعد مكان من هنا والثالث عشر هنا نحو قولك جلس محمد هنا لاحظتاً إذن عرابة وَأَظَّفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ ما عرابة؟ نعم عرابة هذا الجنة للعلاية الكريمة وَأَظَّفْنَا أَحِلَجَ أَلْوَا أَلَحَصَبْ مَنْ قَبْلَ جميع الرفعين متصلون بالتعظيم هنا بالتعظيم انا لايس لدي الجماعة بكلمين بالتعظيم ثم ثم الثم الآخرين الآخرين انا سأسمع اكم عزتنا سام ابدان السقون فهنا الرفعين الآخرين مصعول بي معم شيخ ومثل هذه الالفاظ كل ما دم على مكان مبهم نحو يمين وشمال الحال قال المثنف رحمة الله عليه باب الحال الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيهات نحو قولك جاء زيد راكبا وراكبت الفارس مصرجا ولقيت عبد الله راكبا وما اشبع ذلك نعم فالمصنف رحمة الله ذكر الحال اقرب بيانه المثولة فيه والحال من المنصوبات والحال في اللغة يذكروا ويؤنفوا لكن التأنف اقصر من المنصوبات فيقال هذه الحال أو هذه الحال وهذا الحال وتعني وتعني بالهاء أي بالتالي المنبوطة فيقال هذه الحالة هذه الحالة وتجمع الحال إذا خلق من الهاء أي من التالي المنبوطة على أحوال على أحوال وعلى حالات وتجمع وتجمع على حالات إذا كانت إذا كان أخبرها كأن أي يعني مخطوما بأدها وبالتالي المنبوطة على حالات فقط و تقول بمعنى الهيئة والشارة والشارة قال على شارة حسنة فلان على شارة حسنة على هيئة حسنة والحال حسن والحسنة ونوضي ما عليه الإنسان من خير والشارة نعم 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 قال المؤولة بالصريح مثل يدحك جاء محمد يدحك يعني في تعويل ضاحك نعم فإنه في تعويل قولك ضاحك ضاحك وقولنا الفضل معناه معناه أنه ليس جزء من الكلام فخرج به الخبر ايه بعد يقول ما يستغنى عنه في الكلام لكن تابع بأنه ليس جزء من الكلام اذا أدقتك نعم قال المؤقك في تعريف الفضل في تعريف الفضل قال ابن هشام رحمة الله عليه والمراد بالفضل ما يقع بعد تمام الجملة لا ما يقع يريد الشيخ ما ليس جزء في الكلام ايه ما ياتي بعد تمام الكلام كان جزء في الكلام لما اعتبرت من الكلام كان مما يتم به الكلام لا ما يصح الاستغناء عنه ايه نعم ذلك قال الشيخ مدين لا يفهم انهما الثاني انا بعضهم عرفه اظن انه مما عرف به الفضل او غيره فالفضل ما يصح الاستغناء عنه واضح احترد عليه على هذا التعريف لماذا كان هو الحق في عندكم واضح لكنك قال الشيخ مدين ما ليس جزء في الكلام واضح يوافق مقلبه الاشيخ الاماب انهما ياتي بعد قم الخام وقال الخضري في حشيته على ابن عكيل المراد بها ما ليس ركنا في الاسمات وان توقف صحة المعنى عليه نحو وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين واذا قاموا الى الصلاة قاموا قسالة لاعبين وقسالة كلاهما حال كلاهما حال ولا يصح الاستقناء عنه في الكلام وانا يصح الاستقناء عنه في الكلام وابح نعم فالذلك و لكن لو لا يتربنا وابح وين صح وين توقف واستح المعنى عليه نعم وقولنا المنصوب خرج به المرسوع والمجعور وانما ينصب الحال بالفعل او شبه الفعل او شبه الفعل كثم الفعل والمصدر او شبه الفعل دائما هو الاوصاف اسم الفعل المصدر وقد يكون المصدر يكون يدخل فيه احيانا يدخل فيه ووضحنا والظرف واسم الاشارة نعم وقولنا المفسر لمن بهم من الهيهات معناه ان الحال يفسر ما خفية والسطر من صفات ذاو العقل او جيهه سياخذ بهذا القيد التمييز انه يفسر من بهم من النسج ووضحنا ثم انه قد يكون بيانا لصفة الفائل نحو جاء عبدالله راكبا يعني قصتي التمييز ياخذ بهذا لانه يفسر لمن بهم من الغوات والنسج بخلاف الحال يفسر من بهم من العيال او بيانا لصفة المفعول به نحو راكبت الفارسة مسترجان بيانا لصفة الفائل واضحنا كما قال تعالى اما خلقت السماوة والأرض اما بينهما اللاعبين هذا بيان ليش؟ بفائل ان الله سبحانه قدس بالنفسه استعمل الدماء الجامعة للنفسه تعظيما بالتعظيم النفسه فلاعبين كذلك فجاء بلاد اللاعبين جامعا لمطابقتي معنى انه موضوعات في الاصل للدلالة له جماعة المتكلمين انضح فهو بيان ليش؟ للفائل او بيانا للصفة المفعول لصفة المفعول به نحو راكبت الفارسة مسترجان او بيان من المفعول وهذا اللي المفعول به هو الفارسة نعم وفليكون محتملا للامرين جميعا نحو لقيت ابدالله راكبا نعم وكما يجيء طبعا وقاتل المشيكين كافة كافة حال حال واضح ف يستطيع ان يكون بيانة للمفعول يستطيع ان يكون بيانة الفائل فيها واضح وكما يجيء الحال من الفائل والمفعول به فانه يجيء من الخبر نحو انت صديقي مخلصا نعم وقد يجيء من المجرور بارث الجر نحو مررت بهند راكبة نعم وقد يجيء من المجرور بالاضافة نحو قوله تعالى ان اتبع ملة ابراهيم حنيفة نعم حنيفة حال من ابراهيم مابح لابراهيم نعم فعنيفة حال من ابراهيم وابراهيم مجرور بالقطحة نيابة انا مكسرة وهو مجرور باضافة ملة اليه نعم مجرور بالمضافة على الصحيح الاقوال مجرور بالمضافة نعم ليس بالاضافة نعم بالمضافة نعم وقد يجيء كذلك من المبتدأ على الصحيح والذي عليه المرصبوي وجمهور النحويين خلافا للكفيين مثال ذلك الصحف ماجينة ضاروة الصحف ماجينة ضاروة أي كل ما ليس فيه وقوحة اغفا كل ما فيه وقوحة وعدم الحياة والصحف وكذلك وكذلك الماجينة واضح اغفا 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 ماجينة ضاروة قال المجلات المجلات ماجنة ورط شروط الحال وشروط صحيدي قال نحقق ما قال أشياء قال لم يذكر الشارع رحمه الله مجيء الحال من المبتدع بالخلاف الواكئ لذلك ولأن الكتاب مختصر فلا نتوقع أن يكون الشيخ يأتي بكل شيء حتى لا يأخذ عن غرض عن المصنف كثيرا وحتى لا يبلبل لذلك أفكار المتدعين قال المصنف شروط الحال وشروط صاحبها قال وَلَا يَكُونُ إِلَّا نَكِرَةً وَلَا يَكُونُ إِلَّا بَعَدَ تَمَامِ الْكَلَامِ وَلَا يَكُونُ صَائِبُ أَا إِلَّا بَعَدَ تَمَامِ الْكَلَامِ بكل المخالفين في تعليقه هذا المحقق نعم في عادة لما قال الشيخ مدين نعم يقوم مجيئ الحال نعم يقوم مجيئ الحال نعم 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 شروط الحال وشروط صاحبها نعم قال عي المصنف وَلَا يَكُون إِلَّا نَكِرَةً إِلَّا نَكِرَةً وَلَا يَكُون إِلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْكَلَامِ وَلَا يَكُونُ صَاحِبُ أَا إِلَّا مَعَرِفَةً نعم قول المعقق في العاشية قول الحامدي لأن المقصود بيان الهيها وهو حاصل بها ايوه هو حاصل بها نعم فلا حاجة للتعارف نعم لأنه قدر زائد نعم قدر زائد على ذات أي على ذات والحقيقة نعم أي على ذات والحقيقة نعم قول القطعون أن القطعون تصف الإنسان تصف الإنسان الذي تريده أن تبين حلال لغيرك لأنه جاء وهو لابس لكذا وكذا ولابس للقلنصوة وأنه جاء على حمارة وعلى السيارة وكذا هيئة بيان لهيئات مجيئه وماذا هيئة قدر زائد أن حقيقة الإنسان الذي تصفه تبين حلال لغيرك أو لغيرك واضح أكا يكفي أن يكون نكا فلا يشتف أن يكون معرفة واضح واضح نكرة واضح نعم قال الحامدي قولئ إن نصبي صائدئ فلو كيلا رأيت زيدا الراكب لتوهم أن الراكب نعت لتوهم أن الراكب نعت نعم ويقصد الحال نعم فلاك لم نعرف لم نعرف الحال نعم وقولئو أو خفا فلو كيلا جاء زيدا الفتى لأصل التوهم المذكور نعم جاء زيدا الفتى Specif الطاهم المذكور يعني جاء زيدا الفتى ولا الفتي نعم جاء زيدا الفتيح الفتيح أي الفتيح أي القوي نعم قال الشارس الإمام محيدين وأقول يجب في الحال أن يكون نكرة ولا يجوز أن يكون بعرفة الفتاة يقول له الفتاة لوجود الفطوة فيه عيط القوة ومضح إنهم فتيات آمنة بلبهم ومضدنا هم هداء وأقول يجب في الحال أن يكون نكرة ولا يجوز أن يكون معرفة وإنما جاء تركيب فيه الحال معرفة في الظاهر وإذا جاء تركيب فيه الحال معرفة في الظاهر فإنه يجب تعويل هذه المعرفة بنكرة مثل قولهم جاء الأمير وحده جاء الأمير وحده أي منفردا فوحده بمعنى المفرد فكانك تريد أن يكون أن تكلم أن تبين ذلك بأن الأمير جاء منفردا فقالك قلت وحده وحده يعني منفردا أكتو أوي وحده بإش بمنفردا نعم فإن وحده حال من الأمير وهو معرفة بالإضافة إلى الدمير ولكنه في تاويل نكرة هي قولك منفردا فقأنك قلت جاء الأمير منفردا ومثل ذلك قولهم أرسلها الإيراق أي معتركة أي معتركة وجاءوا الأول فالأول أي مترسفين نعم والأصل في الحال أن يجيء بعد استفاء الكلام أي تمام الكلام أي بعد استفاء الفعل بعد استفاء الفعل والمفتد الخبر نعم ومعنى استفاء الكلام أن يأخذ الفعل فائله والمفتدأ خبره نعم وربما وجب تقديم الحال على جميع أجزاء الكلام كما إذا كان الحال اسم استفهام إلا إذا كان لا لم يكن إلا كان قال وربما وجب تقديم الحال على جميع أجزاء الكلام نعم كما إذا كان الحال اسم استفهام نعم نحو كيف قدم علي كيف جاء زيدون كيف قدم علي كيف إش عراضه نعم اه استفهام اسم استفهام نصر 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 واضح نعم اهان قادمة في الماضي اهان ويش الله ماذا قدم علي علي فايل هذا هو هذا لك أن أسماء الاستفهام لها الصدارة في الكلام نعم فكيف اسم استفهام مبني الفتحي في محل نصب هال من علي نعم ولا يجوز تعخير اسم الاستفهام لوجود الصدارة في الكلام نعم ويشترف في صاحب العالي أن يكون معارفة نعم فلا يجوز أن يكون نكرة بغير مصوّض غير مصوّض أي بغير مجوّض مصوّض أي مجوّض الذي يستجوّض مجيءه من النكرة نعم أي قصي الذي يصوّض يعني كون صاعدها صاعدها نكرة نعم ومما يصوّض مجيء العالي من النكرة أن تتقدم الحال عليها نعم قول الشاعر لمَن يتموحشا طلل يلوح كأنه خلال لمَن يتموحشا طلل كأنها كأنها خلال يلوح كأنه خلال نعم خلال ولا خلال قول الشاعر هي البطنة الثلاثة التي تغشّع تغشّع فيها الصيف وموضح هذا خلق نعم فموحشا حال من طلل وطلل نكرة وصوّغ مجيء العال منه وصوّغ مجيء العالي منه تقدمها عليه نعم ومما يصوّغ مجيء العالي منه المحقق ما قال شيئا نعم على الشاهد قال المحقق على الشاهد موحشا نعم فإن الشارع تشعد به على مجيء العالي من النكرة نعم والمثوّغ له كون النكرة متعخرة عن الحال نعم وهذا على رأي سيباوي والجمهور على خلافه كما سيحتي نعم تنبيه على الشارع نفسه انتقد ابن هشام على تمثيل بهذا المثال وقال إن طلل وصفت بجملة يلوح فالمثوّغ هنا فالمثوّغ هنا فالمثوّغ إناوي كونه تعالى في أربعة أيام سواء الإسلام كأنه اجترض عليه في أو انتقده في الشاهد الشرع والبهد أو لقطر الندر نعم وهو التخصيص نعم وأيضا طلل مبتدى والجمهور على أن الحال لا يأتي منه إلى أن قول نعم إلى أن قول ومن أجل ما ذكرنا من هذه الاعتراضات ذهب جراعة من العلماء إلى أن موحشا حال من الضمير المستفع في الجار والمجعور وهو قوله لميّة 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 لشرط الثاني أي من الشاهد على الشرط الثاني نعم أنا ذكر من حق نعم فمثال الاول قوله تعالى في اربعة ايام سواء للسائلين فسواء حال من اربعة وهو نكرة وثاب مجيء الحال من اه لقول اه مضافة ومثال الثاني قول الشاعر نجيت يا رفض حوث جبت له نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونة نعم فماخر نعم فمشحونة حال نعم قوله فلك ماخر تخصص هنا بالوصف نعم او فلك ماخر الفقه قال الوهد والجمع وهو السفينة كبيرة مو السفينة كبيرة نعم قال المعقق اشاهد مشحولا حيث وقها حالا من النكرة وهي قولك فلك والذي ثوغ مجيء الال من النكرة انها وصفت بقوله ماخر قال الحامدي ويحتمل انه حال من درمير ماخر فلا شاعد فيه اينا اذن نعم فائدتان نعم الاولى مجيء الحال من المضاف اليه فيه تفسير نعم انظر شرع ابن عكل مع حاشياته والبداعي للعلامة ابن القيم رحمه الله رحمه الله الثانية هناك اشياء لا تكون احوالا قال ابن القيم رحمه الله في البداعي رحمه الله قولك كرشي واربي وحبشي وابن وبنت وأخ وأخت فكل هذه لا يتصور رقوع احوالا لان لا تتحول صحيح نعم انتهى التمييز قال المصنف باب التمييز التمييز هو الاسم المنصوب المفصر لمن بهم من الزواج فاطبع المصنف رحمه الله الحديث عن التمييز بالحديث عن الحال او اطبع الحديث عن الحال بالحديث عن التمييز لان كل منهما يفصل من بهم فالحال يفصل من بهم من الحياة والاحوال والتمييز يفصل من بهم من الزواج والحقائق والمسد نعم نعم نحو قولك تصبر زيد عقا وتفقع بكر شحما وطوب محمد نفسا واشتريت اشرين غلاما وملقت تسعين نعجة وزيد اكرم منك عبا واجمل منك وجها فقال الشارح الامام مهيدين قبل ذلك قال المعقق لم يذكر ابن عجروم تمييزا نفسا نعم قال الشارح واقول لتبييز اللغة معنيان الاول التفصير مطلقا يعني لا التفصير نعم مطلقا تقول ميال سكذا لا 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 كأن هذا من قبل الشارح الشيء بلازمه فالتمييز لا يقع الا على الفصل فالاساس تفصل الاشياء او التفصل الاشياء بعضها عن بعض وغيات المانع الافراز 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 واضح واضح من ذلك قالوا تلا وامتازوا وامتازوا غيرما ايها المجرمون اي انفصلوا حتى تتبينوا من غيركم انتم المجرمون يعني واضح واضح مشريك فماذا وميزا بمعنى واحد لان بعض الافراز يتفق ثلاثيه ثلاثيها وربعيه وتضعفها وامتازها في المعنى في المعنى مثل من ذلكم ماذا ميزا وفرجا وفرجا وفتشا 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 وفسروا 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 ورحنا فبذلكم عشقلت وذابا وذابا لا ذابا ذيبا لا ذيبا لتعدياء ذابا للجوم لا ذابا ليسا ذهبا ذابا ذابا لا ذابا لازم شابا شابا شيبا نعم شيبا قد يعني يعني التدعيف احيانا يعني قد افهم التعدياء احيانا واضح شيبا الشيبا قال النبي صلى الله عليه وسلم شيبا 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 ايه جعلتني الشيبا نعم واضح وشائبا واضح واشيبا نعم واشيب ليسا لو مؤنف من لغتي ما يقول شيبا يقول فلان ورجلن اشيب او شيخن اشيب ولا يقول شيخةن او اجوزن اشيبا انما يقولها شامطا 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 فلنعم الشيبا وشيبا ليسا من هذا القبيل لان فرجا وفرجا يتعديانا وفتشا وفتشا يتعديانا وفصرا وفصرا يتعديانا موضح وكذلك ماذا وميزا يتعديانا موضح نعم الله نعم وثالث فصل بعد الامور ام بعد هذا مما انا صحير اما تشفوا اي فصلت بعد ام ام بعض نعم قال المعقق قال الحامدي هو لغة ام اي التمييز احا فصل الشيء ان غيره قال تعالى وامتاظ اليوم ايها المجرمون اي ان فصلوا نعم والتمييز في اصطلاء النحاة عبارة عن الاسم الصريح المنصوب المفسر لمن بهم من الزوات او النصب او النصب فقولنا الاسم باب النسبة او النصب انك تقدمين هو باب الاضافة واضح الا اضافة انك تقدمين النسبة او النصب واضح انا ما يقولون عن اضافة او النصب او النصب فقولنا الاسم معناه ان التمييز لا يكون فئلا ولا حرفا وقولنا الصريح اكراج الاسم المؤول فان التمييز لا يكون جملة ولا ظرفا بخلاف الحال وقولنا المفسر لمن بهم من الزوات او النسب يشير الى ان التمييز على نوعين الاول تمييز الزات والثاني تمييز النسبة تمييز الذات ويسمى تمييز مفرد اما تمييز الذات ويسمى ايضا تمييزا المفرد فهو ما رفع ابوhaم اسم مذكور قبله مجمل الحقيقة مجمل الحقيقة مجمل الحقيقة نعم قول المعاقق اي ان قولك رأيت احد عشر مجمل عقيقته يعني ما حقيقة الذي رأيت احد عشر الذي رأيت ما حقيقة هذه الاشياء لكن لما قال رأيت يا ابا رأيت احد عشر كركبا يعني ف تبين قطي واضح المعنى اكثر واضح المعنى اكثر واضح المشعيخ نعم بخلاف لو يوقف احد عشر ان رأيت احد عشر ما يتدهش ما يتدهش المقصود والمراد واضح المشعيخ فالمميز احد عشر والتمييز كوكبا نعم فلما قال كوكبا بيان مجمل عقيقة احد عشر واضح من القواكب نعم 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 من القل الى قصر لا يشاق بقى الله مهم فهنا نعم ويحتمل ان يكون ولدان رجلان نعم ويكون بعد العدد نعم قوله تعالى اني رأيت احد عشر كوكبا اي تمييز اش تمييز الذات نعم وقوله ان عدة الشهور اند الله اثنى عشر اثنى عشر شهرا نعم شهرا تمييز ومميز العدد فالتمييز الذات والتمييز المفرج يكون في العدد نعم اي بعد المقادر او بعد المقادر من الموزونات المقادر قد يكون من الموزونات وقد يكون من المكيلات نعم اشتريت ريطلا زيتا ريتلا تقصر الله وتفتع الله تقيل الكسر الافصح ماضح او المكيلات اشتريت اغداد اشتريت ريتلا اشتريت ريتلا زيتا اشتريت ريتلا ما اعرف حقيقة ما اشتري اغداد شراء مجملة اه 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 او عصرا وغير ذلك لكن لما قال زيتا ارتفى هذا الابهام وقاله او المكيلات او اشتريت اردبا قمحا او المساحات او اشتريت فدانا ارضا نعم ويقال فدانا بالتخفيف بالتخفيف الدال بالتشريد الدال فاذا شددت الدال فيجمع على فدادين على فدادين مثل 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 قارات ودنات يعني فيجمع قارات على قارات ودنات على دنات لان الديناء أصله دنات وقيرات أصله قارات فردلت احد المثلين اهد المثلين يعني في دنات وقيرات ففدنات قيرات فجمعه فجمعهما على قارات وعلى دنات جليلا على هذا الاصر واضح فانهم فدادين اجام عيش فدان وللغة تخفيف فدان سواجم على أفدنا 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 مكان أمكنه وزمان أظمينه نعم والله بالفدان فدان 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 واما تمييذ النسبة ويسمى أيضا تمييذ الجملة فهو ما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه نعم فهو ما رفع إبهام نسبة ما رفع نعم فهو ما رفع إبهام نسبة في جملة سابقة عليه نعم وهو دربان الأول محول والثاني غير محول قول المعاقب أي أن كولك تفقع ذيل في إبهام فلما قلت شحما رفعت الإبهام نعم فتفقع زيد شحما هذا محول من الفائد نعم يعني أصده تفقع شحما زيد شحما زيد و أفجرنا الأرض عيونه أصده في القرآن أفجرنا عيون الأرض هذا محول من المفعل به نعم نعم فأما المحول فهو على صلقة أنواع نعم نعم أنا أكثر منك مالا وولدا في قرآن ومحول في قرآن عن عن المتدى نعم نعم قال مالي أكثر من مالك فولدي أكثر من ولدك نعم 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 فأما المحول فهو على ثلاثة أنواع أنه الأول المحول عن الفاعل وذلك نحو تفقع زيد شحما نعم نعم الأصل فيه تفقع شحم زيد نعم فأوضف المضاف وهو شحم وأقيم المضاف إليه وهو زيد مقامه نعم فارتفع ارتفاعه فارتفع ارتفاعه فارتفع ارتفاعه نعم ثم أتي بالمضافي المعذوفي فانتصب على التميز إذن تفقع في رمال زيد فاعل وهو مميز مميز شحما تميز مميز 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 نعم النوع الثاني المحول عن المفعول وذلك نحو قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا نعم أصل وفجرنا الأرض عيونا نعم أي فجر القرآن نعم يعني يقال كان المثال من القرآن وقال أصل فجر القرآن مواضح نعم وقال من القرآن وفجرنا الأرض قل SL ومفعول وفجرنا في الوسائل وعيونا ما Woolوهم ومدعفي له أنا أما مجلب القرآن وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا في الوسائل الأرض مص pension به فكأنه صرف المدعف وهو عيون وحله المسلم به وأقيم المدافع إليه مقامة واضح فانتصب انتصابه صلى مفعول عليه ويونا تمييز النسبتنا وتمييز الجنة واضح يعني منصوب على تمييز تمييز نسبتنا وتمييز الجنة والمميز الأرض قال المعقق تنبيه التمييز المحول أن المفعول بيك المثال المتقدم أنقرأ بعض النحات ولكن الجمهور على جوابه انظر حاشية ياسي على الفاتحين صحيح والنعو الثالث المحول عن المبتدع وذلك نحو قوله تعالى أنا أكثر منك مالا وولدا وأطلق مالي أكثر من مالك وأطلق في ذلك القرآن مالي أكثر من مالك وولدي أكثر من مالك فحضف المضاف وهو مال وأقيم المضاف إليه وهو السمير الذي هو ياه المتقلم مقامه نعم فعل الولد فعل بمعنى مفعوله ففعل أحنا أحيانا يأتي بمعنى مفعوله وابح هكذا يأتي الولد ولد فلاني مولوده وابح نعم أعتقد في ذلك المذكر والمعنف الذكر والمعنف نعم فارتفع اغتفاع الولد يطلق على الذكر والإناث نعم يسيكم الله في أولادكم للذكر المستحر والعنفين لأن الولد شاملا لهم وابح نعم لأن يا المتقلم دمير متصل كما أردت وهو لا يبتدأ في شيء ثم جئ بالمضاف المعظوفي فجئله تمييزا فطور كما ترم وعلى غير معاوة وعلى الثالي آخر امطلأت البيت امطلأت البيت امطلأ البيت لعبان لعبان جمعوا اللعبان ماضح أصله امطلأت لعب البيت ماضح نعم وهنا محول من الفائد ماضح ولو قيل ملأ 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 ماشي كده نعم اللعبان فأكون اللعبان يعني تنويض النسبة أو تنويض الجملة ووضح ولميز البيت نعم واما غير المحول فناو امطلأ الاناء ما عن قال المعاقق علق الاهدل على قول الحطاب أو غير محول بقوله عن شيء أصلا وهو النوع الثاني لأن مثل هذا التركيب وذي ابتداء هكذا غير محول وبعدهم يجعل نحو هذا المثال من شبه المعول ووجه شبه هذا المثال بالمعول أن امتلأ مطاوئ ملأ نعم فكأنك قلت ملأ الماء الإناء مثلا ثم حول الإثناد ملأ الماء الماء الإناء أيها هذا جيد نعم ثم حول الإثناد نعم أصار الماء تمييزا بعد أن كان فاعلا نعم 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 شروط التمييز نعم بك يا خليل قال المصنف ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام القلام نعم وعقود نعم في الحال نعم وأقول أيها الشاعر يشترط في التمييز أن يكون نكرة فلا يجوز أن يكون معرفة وأما قول الشاعر رأيتك لما عرفت وجوهنا فذلك وطبت النفس يا قيس عن عمري فإن قوله النفس يعجو 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 هذه ضرورة يعني كلمة النفس يعني يعني تمييز كأنه تمييز ولا تمييز ذات نعم 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 تمييز النفس دع أنا تمييز النفس لا تمييز ذات يقع في العدد ويقع في المقابل من الذات من الماكلات موضح 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 نعم جزء تقول طابت الطبط طابت نفسك طابت نفسك محول من فائد نعم نعم موضح يا زيد نعم يا قيس نعم لكن ينقص الوزن فلك اضطر الشاعر لا تعريف الى تعريفه وعند مشايخ نعم بل هي زائدة لا تفيد ما دخلت علي تعريفا فهو مكرة وهو موافق لما ذكرت من الشارق ولا يجوز في التمييض ان يتقدم على عامله بل لا يجيء الا بعد تمام الكلام اي بعد اتفاء الفعل فالأو والمبتدأ خبره انتع دمان بالفائدة الفرق بين الحال والتمييز ان الحال يكون الناكرة فاذا جاء معرفة فانه يؤول بنكرة وام التمييز فلا يكون الا نكرة على قول البصريين عند الكفير يجوز ان يجيء معرفة الفرق الفرق الثاني ان يكون ان التمييز يكون جامدا بخلاف الحال فانه يكون مشتق فاذا جاء جامدا اول بمشتق الصالح الصالح ان ان التمييز يكون مفردا يكون نسبة اي جملة واما الحال افضل ان التمييز ان التمييز يكون مفردا واما الحال فانه يكون مفردا ويكون جملة وشبه جملة مفردا مفردا مفرام مفردا اشتركوا في القناة 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 ما بعد العصر وضحنا العصر التمر الأصيل 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 ملوكة الأصيل شايف كلمة وراء هنا الشيخ الشيخ التمييز بسرعة مجادة محاول لا التمييز الشيخ التمييز لا 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 تأتي ذلك المكان فكانت كأنها وراءه ومن ورائه عذاب عظيم غليب اي بين يديه لأن العذاب يلحقه لكن لا يقول للرجل واكف وخلفه شيء وهو بين يديه لأنه غير طالب له وهي ضرف مكان ولا مهاء تكون بمعنى سوى كقوله تعالى فمن اتقى وراء ذلك أي سوى ذلك ووريت ويقول وراءك برد شديد وقدامك برد شديد لأنه شيء يأتي فهو من وراء الإنسان على تقدير لحوكه بالإنسان فما يلحق الإنسان فهو من وراءه فما يلحق الإنسان فهو قدامه فهو بين يديه الإنسان على تقدير لحوك الإنسان به فلذلك جاز الوجهان واستعمالها في الأماكن سائق على هذا التأويل نعم التمييز ملتوه نيزا ومباعة ذلك وراءه نعم جايب scene نعم هنا الإزالة والإفاز والإعصاص القال قلت قد ماذن ماذن يسوا نيزا يابي باعه ماذا يا ماذا يانيزون تبا ستوه من ضي ماذا اعلمتها في سطر مبالغة مبالغة لكن يتعدى من الطيب سل التمييز إذا انتهى إليها عرفة ما ضره ومن يفعه ومن يفعه وكأنه مأخوذ من ميز في الأشياء لذاق الوقت لذاق الوقتها وبعض الناس يقول حتى ميز قوة في الدماغ يتنبط بها المعايي ومن يفعه ومن يفعه ومن يفعه ومن يفعه على الحرة من يفعه أفضل 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 خلال خلال كان لها خلال كان لها خلال كان لها خلال شوف يالتاير كانت كشب ياسيف كان ياسيف كان كله معروف كان كله كان كله مثل صلت وقلوت سمية ذلك لأنه اختلا منه وقال اختل شيء إذا تغير والخليل والجم أخ الله والخليل الفقير المحتاج والخلة بالفتح الفقر والحاجة والخلة مثل الخصلة وزنا ومعنى والجم خلال والخلة الصداقة بالفتح أيضا والضم لغة والخلل بفتحتين الفرجة الفرجة بين شيئين ويش والضم لغة والخلل بفتحتين الفرجة بين شيئين والجم خلال مثل جبل جبال والخلل يعني تراب شيء وعدم انتظامه والخلة بالضم ما خل من النبت وخلل شخص أثنانه تخليلا إذا أخرج ما يبقى من المأقول بينها أثنان إذا أخرج ما يبقى من المأقول بينها أثنان بالضم والخلاب مثل كتاب ما يخلل به العود يخلل به الثوب والأثنان وخللت الرداء خلل من باب القتله ضممت طرفيه بخلال والجم أخلة مثل سلاح وأصلحة وخللت الرداء خلل من باب القتله ضممت طرفيه بخلال والجم أخلة مثل سلاح وأصلحة وخللته وخللته بالتشديد مبالغة وخللت النبيذ تخليلا جعلته خلا وقد يستعمل لازما أيضا فيقال خل النبيذ إذا صار بنفسه خلا فتخلل النبيذ في المطاعة وخلل الرجل لحيته أوصل الماء إلى خلالها وهو البشرة التي بين الشعر وكأنه مأخوظ من تخللت القوم إذا دخلت بين خللهم وخلالهم وأخل الرجل بكذا تركه ولم يأتي به وأخل بالمكان تركه ذا خلل منه وأخل بشيء أي قصر فيه وأخل افتقر واختل إلى شيء احتاج إليه وأخل أخل المهمة أخل الاخر الأصير الاسخير على عشير عشير شوفان عشير ما بعد العسادة الى الغروب والجمع أصول والجمع أصول والجمع أصول أصول الدمتين وأصول ماذا هكذا عبدال معرفة هذه الشيعة هكذا ترتم عليه المسال فقهية كذلك ومن قال لا أكل السمكة في الأصول ما أكلها في المساء يعني ماذا تقول له يحنف ألا ما يحنف أكله بعد زعاد الشمس أكل السمكة ماذا زعاد الشمس قال لا أكله لا أكل السمكة في الأصول وأكله عما أكل والجمع ألا نحن إسماء السمكة فقهية في أول المساء وقهية الأصول في أول أصول فقهية الأصول لا أكل السمكة وقهية الأصول وأكله في المساء وفقهية الأصول نعم. هاكذا نعم. انت ذاك الله قال واهي اللي معاته هي. ان لم تدخل في الاسيل. ان لم تدخل ان لم تدخل البيت. ان لم تدخل البيت. في الاسيل فانت التوالق. موضح. فدخلت بعد جهد الشمس. تطلق لما تطلق. نعم. انا دخلت بعد العصر. لكن قبل غروب الشمس. تطلقت. ما تطلقت. لكن انا دخلت بعد غروب الشمس. نعم. نعم? نعم? طلقت نعم. اقضت فيها اصيلالا ابيينها. اقضت فيها اصيلالا اصائلها. اعيح جوابنا ما بالرد من احدها. ان الا الاوليات. لأيا ما ابيينها. هو النوعي كالحور في مظلومة الجلد. نعم. ماشي التشيخ. مقمص ماجي عندك? مقمص ماجي حيث يعني اول اخر الكلمة. هي الباب. واول الكلمة. هو الفصل. وفعلان هنا ايش لكلمة نريد? الخلق. نكون اللام باب اللام. الفصل ايش? الفصل اخوة. وفعلان هنا ايش. وفعلان هنا ايش. الخل ما حمض من عصير العنب وغيره خل الخمر مركب من جوهرين حار وبارد نافع للمعيدة والليثة والقروح الخبيثة والحكة ونهش الهوام وأكذ الأفيون وحرك النار وأوجه الأسنان وخار الحار للاستسقى وعصر السمع والدوية والطنين والخل أيضا الطريق ينفض في رمل أو النافض بين رماتين ونفض في رمل المتراكم ويؤنف جم أخل وخلال ونحيف المغتل الجسم كالخليل وثوم البالي وعيرك في العنق وفي الظهر وابن المخاب كالخلة وهي بهاهن أيضا والقليل والريش من الطيل والحمد والمهزول والسنين ضد والفصيل والشر والشك في الثوب ورمال الخل قرب لينة ومحمد بن المبارك ابن الخل فقه والخلة الثقبة الصغيرة أو عام والرملة المفاردة والخمر أو حامضتها أو المتغيرة من الخموضة جموخا وباليمن والمرأة الخفيفة ومكانة الإنسان الخالية بين موته وخللت الخمر وغيرها من الأشربة تخليلا حمبت وفسدت والعسير صار خلا كختلة والخمر جعل خلا لازم المتعدين والبصر وضعه في الشمس ثم نضاه بالخل وجعله في جرة وما له خل ولا خمر أي خير ولا شر والاختلال اتخاذ الخل والخل والخلال بعيره والخلة بدون شجرة شاكة ومن عرج عرفج منبته ومجتمعه ومفيه حلوة من النبت وكل هرد لم يكن بها حمد جموه كصرد وابل خلية ومخلة ومختلة ترعاها وخلوا رعتها إبلهم وخل الإبل وخلها حولها إليها واختلت الإبل احتبست فيها والخلل منفرج ما بين شيئين ومن السحاب مخارج المعكة خلاله وهو خلالهم وخلالهم بكسرهم ويفته الثاني بينهما وخلال الدار أيضا ما حوالي حضوبها أو بين بيوتها وتخللهم أي دخل بينهم والشيء نفاذ والمطر حص ولم يكن عاما والقوم دخل خلالهم والرطب طلبهم بين خلال الساعة وذاك الرطب خلال وخلالة بضمهما وخلل أصابعه ولحيته أسانا ما بينهما وخل الشيء فهو مخلول وخليل وتخلله إذا قضروا ونفذه وككتاب ما خللوا به جمو أخلة وما تخلل به الإنسان وعود يجعل في لسان الفصيل لألا يرضع وخله شق لسانه فأدخل فيه ذلك العود والكساء شده بخلال والكساء شده بخلال يخل الكساء شده بخلال وذو خلال بخلال 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 نعم أي بهذا العود نعم وذو الخلال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأنه تصدق بجميع ماله وخل كساءه بخلال ومحمد بن أحمد الخلالي محدد بالفتح والشد إبراهيم بن أثمان الخلالي واختله بالرمح أي نفذه وانتضمه وتخلله به طعنه طعنة إثر أخرى وعسكر خال ومتخلخ غير متضام وخلل الوهن في الأمر والرقة في الناس والانتشار والتفرق في الرأي وأمر مغتل أي واهم وخل بشيء أجحف وبالمكان وغيره أغاب عنه وتركه والوالي بالفغور قل له الجند بها وبالرجل لم يثله والخلال الحاجة والفقر والخصاصة وفي المثال الخل تضع إلى السلة أي إلى السرقة خل وأخل بالضم احتاج ورجل مخل مختل وخليل وأخل معدم فقير واختل إليه احتاج وما أخلك الله إليه تعلموا قبل أن يختل إليكم تعلموا قبل أن يختل إليكم أي قبل أن يحتاج إليكم وما أخل الله إليه أي ما أحواجك والأخل الأفقار والخلة الخصلة جم الحلال وبالضم الخليلة والصداقة والمختصة لا خلل فيها تكون في عثاث وفي دعاء جم الحلال ككتاب والاسم القلولة والخلالة مثلثة وقد قال له مطالبة وخلالة ويفتح وإنه لكريم الخل والخلة بتسريم أي المصالقة والإخاء والخلة أيضا الصديق للذكر والأنفة والواحد والجميع والخل بتسر والضم الصديق المختص أي لا يضم إلا معود يقال كان لي ودا وخلا أي أخلال كخليل أخلال وخلال أو الخليل الصالق أو من أصف المولدة وأصحها وهي بهاء تكونها خليلات وخلائل وصيف سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل أرضي الله عنه واسم مدينة إبراهيم والخليل صلوات الله والسلام علي وهو خليلي وخليلك خلبك أو أنفك وخلى أي خصى ضد عم ولهمه يخل ويخل خلا وخلولا واختل نقص وهزل وكعنب وكتاب وثمامة بقية الطعام بين الأثنان الواحدة واختل نقص وهزل وكعنب وكتاب وثمامة وكعنب وكتاب وثمامة بقية الطعام بين الأثنان بقية الطعام بين الأثنان أطلعته أطلعته وأساءة حمل أيضا ضد وكوة أطلعته وكذراب والسير يكون في ظهر سية القوس والسير يكون في ظهر سية القوس وكل جلدة منقوشة جمو خلال وخلال الحمد لله المسألة ليست في السيران فالإلم يعني يجلب ويعظم فأقول مام مالك رحمه الله إن هذا الإلم لا يستمعه شيء قال مام شافي رحمه الله من اشتكرك بالإلم لا يجب أن يشتكرك بشيء آخر فضيات الإلم ليس بسهلة وماضح فإن الإنسان يحصل ما يستطيع فرمينه وماضح وسجي لعمل سهل كمية ضمنوا بعض الناس فكاننا طالبا أن يدي وقته ليس عندهم شيء رسلش وماضحنا فبعد يما أن لف خروف المعانية وماضح 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 معنى سفي معنى الباء معنى الواو معنى كذا معنى كذا كتب وماضح حسنا والصعب وماضح وماضح في الوحيدينة يلبس وماضح أنا يريد أن يلبس أليهم وهو جاهل وفتر وماضح من أمرأة الساعة من أشهات الساعة نتكلم الهوائدة اما أخبر النبي صمبي ان اهنا الساعة نتكلم الهوائدة في اهو الهوائدة وهو اخبر النبي صمبي التذلك في حادث قل ما هو وائدة قال صغير او الرجل التافح تكلم في امر الان او الفاسق يعني له معاني هذا التافر صغير اول الرجل الفاسق هذا له يحصل الان ثلاث مطافي الان هذا الفجار تكلم في امر الان فكانه عالم كبير فكانه الشيخ المعمن مواضح ونصل الامور الامام وليس كذلك مواضح يعني قزم يعني عملق نفسه يظن نفسه املاقا مشكلة مواضح مواضح سبحانه فكل بيت يسود فيه تصرف في القطب للمور او السود في المشاكل في المشاكل مواضح 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 سبحان الله كأن كأن الناس لاعرف من متكلم فيهم ومن هاول سبحان الله بقلي مع انه من المحدثين من المجرحين المعرفون بالجرحة التعداد نوم اعمد الى كتاب الامام الخريفة فحاولا يضاير بعض الحديثة ودعى بعض الحديثة ودعى بعض الحديثة ودعى بعض الحديثة قال الله العجلي افما لك عقل يا عقلي افا تدري فيه من تتكلم كأنه رضا يتكلم في البخاري وفي بيره من المعرفة افا تدري فيه من تتكلم افما لك عقلي اقل يا عقلي كيف في هذا البلاد يبقى كل شيء هذا كلف مع البخاري وهكذا يسقط يصفق له الناس يقول كلا انه بحاث يبحث هنا في كتاب المستشركين في كتاب الكفار الملحدين ليسوا الملحدة عن اسمهم ياسا من قبيلة لا من دبير غريب غريب في هذا البلاد غريب تقع هاي انسان يتكلم يجد من يصف من يصف له ويستمر يقبل تقصير تقصير السواد السواد هؤلاء قصدي من من التعاون له نشر جهل ونشر فاحشة ان يحضر انسان وجلس هؤلاء مصدوه لتقلمون في امور العموال في الساقة رجال الراجل تافي سبحان الله لا يقفل انسانا ينزع ان يكتسب شرف والده فيضل الناس بهذا الانتساب ويفسد الامور للناس ويلبس للناس في المستد الثاني لا 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 اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ان انتساب لا يفيد من تصري ايام القيامة اذا لم يخصن عملا فكذل الذي ينتسب الله من الى ذلك سبحان الله العالم الاقل ابن نفسه كما قال من دوليد العالم الاقل ابن نفسه اغمره جنس علمه عن جنسه اغمره جنس علمه عن جنسه عن جنسه كن ابن من شئتا وكم معدبا وانما نأ بفضل كيسه وليس من تكرمه لغيره مثل الذي تكرمه لنفسه لنفسه وليس من تكرمه لغيره مثل الذي تكرمه لنفسه اذا لم يكن الانسان اراميا 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 فليكن اراميا افضل من ان يكون اراميا اراميا من الانسان من يستخدمه بامجاد اجداد ابائه واجداده والاسلامي من يستخدمه امجاد نفسه والإنسان لكان عظاميا عسراميا فهذا أولى فضل لفضل خير لا خير لكن إن لم يكن عظاميا فليكن عسراميا وأن يكون الإنسان عسراميا أفضل من أن يكون عظاميا يرفع الظين آخر المجد ولا يبنى عليه شيئا آخر ولا يبنى لا يدفع إلى مجد آخر بل يهوله ويهديمه الله ويقوضه ما الفعل من هذا الشخص لعلم الأعقل ابن نفسه أغناه جنس علمه عن جنسه كن ابن من شئت وكن مؤدبا وإنما المرء بفضل قيسه وليس من تقرمه لغيره مثل الذي تقرمه لنفسه نفس إسرام سودت إسراما وعلمته الكرة والإقداما وجعلته ملكا هماما حتى على وجاوز الأقواما نفس عصاني سودت عصاما سودت عصاما وعلمته الكرة والإقداما وجعلته ملكا هماما حتى على وجاوز الأقواما أتخذها القدر الجانب إلى أن حسنا على قيد الله لها القادم صلى الله وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتبنى ويصنعه والدين سبحانك اللهم الحمد وإشهر الله إلى الآن نستفرط وإذن